ألا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيدي أن ينكس كذا الشعب يوما أراد الحياة ألا بد للحق أن ينتص ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيدي أن ينكس ولا بد للقيدي أن ينكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وأحياكم الله في حلقة جديدة من حرقات برنامج الشعوب المقهورة نحن في هذا المساء نسعد ونتشرف في استضافة ضيف عزيز الأستاذ علي قاطع الأحوازي وهو الناشط الحقوقي والناشط الإعلامي حياكم الله أستاذ علي وأهلا وسهلا بك حياك الله يا باسيد وشكرا لك على الدعوة وشكرا للمملكة على هذه الاستضافة المشرفة حقيقة تشرفنا فيك حلم كانت لنا الحمد لله تحققت الله يحييكم وأنتم إخوة وأحبة وأبناء عمومة وتشرف بكم المملكة العربية السعودية حقيقة هذا فضل طبعا لكم الله يحييكم مشاهدي يا كرام نتحدث في هذا المساء حول الإعدامات التي حصلت في عهد حسن روحاني هناك تقارير دولية تحدثت عن هذه الإعدامات في عهد حسن روحاني اسمحوا لي مشاهدي يا كرام أن نعرض لكم تقريرا أعده فريق البرنامج عن الإعدامات التي حصلت في عهد حسن روحاني كل تحذيرات الأمم المتحدة لإيران وحالة حقوق الإنسان فيها أصبحت هباء لا يؤثر في سلوكها فقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان أن السلطات في طهران تعدم شخصا كل تسع ساعات حيث إنها أعدمت أكثر من سبعة وثمانين شخصا خلال شهر يناير المنصرم بينهم قاصران وستة أعدموا على الملأ ووثقت المنظمة حالات الإعدام تلك التي تمت أغلبها بشكل غير معلن في مناطق مختلفة في إيران في حين أعلنت السلطات عن تسع عشرة حالة إعدام فقط كما تمت معظم هذه الإعدامات في كل من مدن كارمان وتبريز وزاهدان والأحواز وفق المنظمة وازدادت الإعدامات بحسب البيان بشكل ملحوظ قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس البلدية المقبلة والمزمع إجراؤها في شهر مايو المقبل وعبرت المنظمة عن قلقها في أن تكون هذه الإعدامات بداية لموجة أخرى كما طالبت كافة الدول التي لديها علاقات دبلوماسية قوية مع طهران أن تتدخل لوقف هذه الإعدامات المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري قال إن الإعدامات تمت في ظل صمت المجتمع الدولي وهو ما سيفتح المجال أمام السلطات الإيرانية لتنفيذ إعدامات كثيرة قبيل الانتخابات الرئاسية وكانت منظمة هيوما ريتسووتش والعفو الدولية قد أصدرت بيانا مشتركا بشأن إيران في الثالث عشر من يناير المنصر طالبت خلاله السلطات في طهران بوقف الإعدامات العشوائية خاصة القاصرين وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام الفين وستة عشر كما أن هناك خمسة ألاف شخص محكوم عليهم بالإعدام تتراوح أعمار أغلبهم بين عشرين وثلاثين عاما وفقا لعضو البرلمان الإيراني حسن نروزي ووثقت هيوما ريتسووتش والعفو الدولية بشكل متكرر انتهاكات قطيرة لسلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة بما في ذلك استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الصورية في إيران أهلا وسهلا بكم من جديد وأرحب مجددا بضيفي السيد علي قاطع الأحوازي حياكم روما جديد سيد علي هناك تقارير تتحدث بين الفين والأخرى حول الإعدامات التي تكون في إيران بشكل عام كيف يقرأ السيد علي هذه الإعدامات التي حصلت في هذه الحقبة والتي قد تكون الحقبة الأخيرة لحسن روحاني كيف تقرأ هذه الإعدامات التي حصلت في هذه الفترة مقارنة بالإعدامات التي حصلت في عهد أحمد نجاد وخاتمي وغيره بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إذا نظرنا لوتيرة الإعدامات هي وتيرة تصاعدية نعم النسبة في العالم ما زالت إيران تحتل المرتبة الأولى نسبة لعدد سكان في خريطة ما تسمى إيران الحقبة الروحانية أو حقبة حسن روحاني تتميز بتقاثر العدد أو تغيير عدد الإعدامات حتى نسبة لما يسمى بالمتشدد أحمد نجاد حيث تعرف حضرتك والمشاهد الكريم يعرف حسن روحاني يحسب على التيار الإصلاحي أو ما يسمى التيار المحتدل لكن الشعوب في إيران والناشطين النشطاء في مجال حقوق الإنسان لهم رؤية ونظرة أخرى حيث حسن روحاني يأتي من القوى الأمنية وله أسلوب تعامل أمني بحت في الغضايا داخل إيران والغضايا التي تخص الشعوب غير الفارسية في إيران والمؤسف في الأمر هو البسمة والمظهر الجميل الذي يظهر به روحاني وهذا غالبا ما يظهرون بعناصر الأمن الذي لهم تجارب وسيعة في العمل الأمني وفي القمع وحسن روحاني من هذه الفئة إذا رجعنا إلى عمل حسن روحاني هو خلال 26 سنة ثمان سنوات كان وكيل المرشد في مجلس الأمن الغوم الإيراني و16 سنة كان رئيس مجلس الأمن القوم الإيراني تعرف هاي السابقة يعني لها علاقة يعني هذه الفترة التي كان فيها مسؤول لها علاقة بالإعدامات لأن هناك من يقول قد يكون هذا نتاج فترة أحمد نجات وليس لحسن روحاني علاقة بهذه الأحكام التي حكم عليها بالإعدام سواء كانوا ناشطين حقوقين أو سياسيين طبعا هو المسؤول الأول هو رئيس الجمهورية وهو رئيس القوى التنفيذية الإعدامات ترتبط بالعقلية الدموية لهذا الرجل خلافا لظاهره وابتسامته وما يحاول أن يوحيه للعالم الخارجي لكن تعامله الفعل الذي نشوفه الإحصائيات طبعا وتعرف حضرتك فيه هناك تغرير على أحد الصحف العربية تغرير يستند إلى تغارير دولية نعم يعني يغارب وأحيانا أكثر من نصف الأرغام هي مخفية وهذه لهم مراجعهم في الحصول على هذه الأرغام حيث مثلا نشوف فيه نقرأها سنظرها الآن على الشاشة نعم فيه يعني الظاهر والأحكام التي صدرتها محكمة الثورة عشرين لكن نعم هذه يعني على الشاشة يعني تغير طبعا عرضتها صحيفة الشرق الأوسط تقول بأن هناك خمسمية وثلاثين حالة إعدام في عام 2016 وستة عشر يعني كيف ممكن أن نجمع الأعداد الذين حكم عليهم بالإعدام في خلال السنوات الماضية يعني أربع سنوات حكم روحاني كيف ممكن أن نجمع مثلا حالات الإعدام حالات الإعدام للمنظمات الحقوقية خاصة التابعة للمعارضة الإيرانية أو للشعوب الغير فارسية من خارج بشكل متواصل ترسل للمنظمات الحقوقية هذه الأرغام طبعا للمنظمات الحقوقية أسلوبهم فيه اختيار المراجع واختيار الأرغام لكن كما رأينا هناك مثلا شهر يناير المخفية أكثر من المعلنة حتى التي الآن شاهد انظر مايو ستة وثلاثين المعلنة عنها سبعة واربعين غير المعلنة عنها جميل هذه الإحصايات أحيانا غالبا هي الأكثر الغير معلنة عنها وبالتأكيد يعني هناك لهذه المنظمات التي تعلن هذه الأرغام هناك مراجع كما للأحوازين والأحوازين تمكنوا حتى الآن بالوثائق يثبتوا أن الأرغام التي تعلن عليها المصادر الحكومية من داخل إيران هي غير صادقة كاذبة لكن رغم ذلك حتى إذا سلطنا الضوء على ما تعلنها السلطات الإيرانية أيضا هذه النسبة عالية جدا بالنسبة لل نعم المقصود برسمي وغير رسمي نعم غير رسمي وغير رسمي يعني المعلن عنها رسميا من قبل الجهات الإيرانية والغير رسمي المعلن من قبل المنظمات الحقوقية والمنظمة تابعة للشعوب غير فارسية والمعارضة الإيرانية لكن يعني على كده يظهر أن الغير رسمي إعداد كبيرة طبعا هو هذا اللي نشوفه يحاولون أن يغللوا من العدد الحقيقي أو الرغم الحقيقي اللي يتم تطبيق تنفيذ الأقدام في سر يعني في شهر أغسطس يعني لما يكون هناك يعني إعدامات بشكل كبير وأيضا تكون يعني بطريقة رسمية طبعا طبعا نظر لأغسطس نعم بكل وقاحة يعني عن الأرغام لكن أيضا هناك أمر آخر الكثير من الإعدامات ينسبوها لإعدامات مثلا القتل ولا تجارة مخدرات ولا أشياء تشابه لهذا ونحن رأينا بالتجربة الأحوازية غالبا الكثير منها وحضرتك تذكر يعني كان لك تغارير على الأخوة الحيادر الثلاثة وكل أحوازي اليوم اللي يشاهد هذه البرامج يعرف يعني أعدموا لأسباب سياسية والمقطع اللي سجلوا بالسجن وظهر على الإعلام ويثبت ذلك بدون شك لكن كانت اتهاماتهم اتهامات غير سياسية طيب الفرق يعني في هذا التقيير بين يقول محكمة الثورة والمحكمة الجزائية كما في الصورة هذا الغالبا الذين يتم الغالغض عليهم هم من خلال يعني يدخلوا للمحاكمات والسجن من خلال الأمن ومحكمة الثورة لكن للهروب من المسؤولية وللهروب من الضغط الدولي يحولوهم للمحكمة الجنائية وش فرق بينها يعني محكمة الثورة والمحكمة الجنائية محكمة الثورة تابع شؤون السياسية معارضة النظام محاربة الله كما يوصفون هذه الحالات وتهديد الأمن الغومي هذا كله تبثوا فيه محكمة الثورة المحكمة الغضايا الجنائية كالسرقة كالقتل الجنائي التصادفات يعني مسائل الجنائية في المجتمع جرائم العامة هذه تبثوا فيها المحكمة الثورة الآن يعني من خلال هذا أيضا التقرير ويشكر الأستاذ عادل السالمي على إعداد هذا التقرير يعني يظهر بأن مثلا روحاني طبعا تولى الرئاسة في 2013 و2012 الثانية نعم نعم يعني يظهر بأن يعني أعداد الاعدامات أكثر من عام 2011 و2010 طبعا هو ما يصلط الضوء عليه التقرير أنه روحاني الذي يدعي أنه محتدل نسبة الاعدامات في دوراته طغت على دوراته المتشدد أحمد النجاد رغم التخوف الكبير الذي كان من غبل المنظمات الحقوقية الدولية من أحمد النجاد ودوراته لكن المحتدل وأبو البسمة الجميلة أظهر لنا أنه أتى بعقلية دموية وبالفعل أثبت أنه أكثر دموية من أحمد النجاد نعم طيب 56% من الاعدامات بتهمة ترويج المخدرات أو حيازة المخدرات كيف تقرأ هذه التهمة هل بالفعل نجد أن المجتمع الإيراني أو المجتمع الشعوب هناك يعني ينتشر بينهم المخدرات وبالفعل النظام الإيراني يعاقب على مثل هذه التجارة أو مثل تعاطي المخدرات المخدرات رائجة بشكل واسح في إيران وتستهدف الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة وبالأخص أيضا إذا قايسنا بالنسبة للشعوب تستهدف شعوب غير فارسية مؤخرا ترويج المخدرات في الأحواز أصبح غير غاب للإخفاء الذي يستحق الإشارة عليه والتسليط عليه هو الذين يتم إعدامهم بهذه التهم هم ليسوا المجرمين الحقيقيين بمثل أو بمقايسة بسيطة يمكننا أن نعرف أي ناشط وطني أحوازي ينطلغ من أجل حقوق وطنه وحقوق بلدي يتم الغاب عليه بمجرد تويتر أو حتى إذا لبس الزي العربي والأحوازيين يعرفون هذا يمكن يغض النظر السلطات الأمنية تغض النظر في بعض الأحيان وذلك يرجع للضغوط الدولية عليهم وتخوفهم من ردود الفعل لكن بالنهاية يصبح متهم كل من يظهر أو ينشط نشاط عربي ثقافي حتى هذه السلطات والأمن يعرف عليه لكن أطنان المخدرات التي تنغل من أفغانستان أو باكستان وتوزع بالأحواز أو حتى تنغل من الأحواز إلى العراغ ومن العراغ للدول العربية هذا لا تتمكن السلطات أن تكشفوا هذا اللي يثير الشكوك يعني السلطات هناك شبكة لتوزيع المخدرات لم يتم محاسبة رؤوس هذه الشبكة بل هم من مسؤولين للسلطات مختلف السلطات لكن يتم محاسبة شخص تعاطى أو شخص وجدوا عدة العان البعض نعم متهم ولكن البعض حتى يكون بريء مجرد مسافر في تاكسي في سيارة أجراء يشوف السيطرة يترك ما فيه جيابه في السيارة الأجراء اللي يبتلي بالأمر صاحب السيارة الإجراء يعني تنظر كيف الأمر المتهم الأصلي أو المجرم الأصلي الذي ينشر المخدرات ليس هو المستهدف في المحاسبة في إيران هؤلاء دائما يهربون من الغضاء ويهربون من المحاسبة ويغيع الإنسان أما البريء أو الذي له دور بسيط وجزئي طيب هناك من يذكر بأن إيران هي من تروج المخدرات إيران هي لها مراكز معينة تروج هذه المخدرات حتى في دراسات بأن أسعار المخدرات في الأحواز وفي المناطق بلوشية يعني مثل أسعار السجارة أو الخبز أو غيرها أسعار قليلة جدا بالفعل حتى تسهل الترف فيه هناك أيضا إشاعات تروج بقصد يعني ممنهجة لتبرير استعمال المخدرات لتوجيهات هي غير منطقية وغير عقلية لكن يبسطوها للطبقة من الشباب والناس التي تدفحم نحوها وهذه كلها كاذبة كلها من أجل الغضاء على الفكر المؤثر الطاقة الإيجابية في الشباب ودفعها نحو السلب نحو الإنزواء تعرف يعني الشاب الأحوازي إذا يستعمل مخدرات يحس نفسه هو مطلوب هو مرتكب جروم فيحاول الإبتعاد عن التصادم مع الجهات الأمنية والسلطات يحاول الإنزواء دائما جيب أخالي دائما كل ما عنده يصرف لهذه بالنهاية يؤدي به إلى الإنزواء والمرض وحتى كثير في فترات يعني كان الأخوة في الداخل ينغلون صور في ميادين الرياضة في حوالي الأحوازة وحوالي المدن الأخرى الفلاحي يلقونهم أما شانت نفسه في المرمى أو صاغط في مقام الماء ومتوفي في التقرير التاسع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ذكرت بأن الإعدامات التي حصلت في عهد روحاني تفوق ما حصل في عهد نجات خلال الدورتين السابقتين أيضا أشاروا إلى ارتفاع إصدار الأحكام مثل قطع الأعضاء أيضا ثق العين أيضا إعدام المراهقين ويشنقهم كيف تقرأ هذه الممارسات على الرغم بأننا وجدنا حتى من الأحوازين من فوق عينيه أو إحدى عينيه أيضا مورسة بحقه على في عهد خاتمي لكن ما سر يعني ذكر هذه المنظمة لهذا التقرير بأن هذا العهد يعني يختلف عن عهد نجات في ممارسة مثل هذه الجرائم مثل قطع الأعضاء وغيرها الواقع سياسة الغضاء في إيران هي ثابتة منذ مجيء حكومة الملالة في إيران لكن دائما السلطات تبحث عن فترة يسهل لها تبرير ما تقوم به من جرائم بحق الشعوب في فترات الإصلاحية حتى إذا راجعنا لفترة خاتمي وحضرتك والمشاهد الكريم يعني عندما حدثت انتفاضة 2015 نيسان 2005 بعد ذلك السلطات الأمنية قامت بقم واسع وشديد ضد الأحوازيين وحتى شمل غم الشعوب غير الفارسية الأخرى الذي ناصروا الحراك الأحوازي وقاموا ببعض التحرك وهذه كانت في دورة الإصلاحيين أو المحتدلين نعم الآن في فترة روحاني أيضا تكرر وبشكل أوسع إذن السياسة والأحكام وطريقة التعامل مع الفرد الذي تحتبره السلطات متهم هي ثابتة لكن السلطات الإيرانية السلطات الغضاء والأمن الإيراني دائما تبحث عن فرصة لتنفيذ هذه السياسات وتنفيذ إذا هناك أحكام صادرة أو هناك أفراد هم في غرار ضدهم ينتظرون فرصة حتى يصدروا الحكم ضده وينفذوا الحكم فلذلك نرى عندما يكون تأتي حكومة كحكومة روحاني معروفة بالمحتدلة وروحاني إصلاحي وله بسمة ومظهر كما يدعون بين غوثين إسلامي يقوم بهكذا جرائم واسعة وبشعة بحق المواطن ذكر في التقرير بأن هناك استهداف بشكل أكبر لأهل السنة وخصوصا في كرودستان كيف يمكن أن يكون هناك إعدام أو حكم إعدام في أقل من 15 دقيقة يعني ما هذه الهنجية وهذا التعدي الصارخ على مثل هؤلاء في أوقات بسيطة جدا يحكم عليهم بالإعدام لماذا؟ في الحوار مع الأطراف الإيرانية لهم نفس طويلة في الحوار وحتى يتمكنون أحيانا قلب الحق باطل عملهم كعمل الشيطان والعياذ بالله وهذا ناتج خاصة الملالي وهذا ناتج عن فترات دراستهم لكي يحصلوا على درجة حجة إسلام ولا غبلها ولا بعدها آية الله وهذا أولا إحنا نسمع كنا عندما كنا في الحوارس نسمع غالبا حتى بشكل كنا يقولون يقولون إحنا في هذه الفترة نتدرب كيف نقلب الحق باطل والباطل حق إذن هم في الحقيقة في عملهم العام دائما يحاولون أن يخلقون قاعدة لفهم أو لتبرير ما يقومون به لكن التنفيذ يأتي حسب الفرصة المتاحة لذلك ترى أحكام إعدام وليس لفرد بل فريغ لعدد من الناس يأتي بخمس دقائق خمستعش دقائق يوم يومين وهذا يخالف الكثير حتى يخالف العقل البشري يخالف المنطق يخالف غوانينهم حتى الغانون الدستور الإيراني لكن هم يقوموا ب بناء على تبريراتهم التي يقاموا بها مسبقا أو العرضية التي يخلغونها لتبرير ذلك وهذا ناتج عن هم حسب ما يدعون ثقتهم في قلب الحق باطل وقلب الباطل حق هكذا فهم لهم نفس طويلة يعملون للتبرير هذا أما في المجتمع داخل خريطة إيران أو حتى على الإعلام كما ترى يعني هم عندهم إعلام واسع وحضرتك وغنات وصال مشكورة سلطت عدد مرات حول قوة إيران الإعلامية وخاصة تسلطها على العالم العربي لأنها تستهدف العالم العربي بالدرجة الأولى لذلك أنا أعتقد هذا ما هو مو عجيب عملهم يجيبون مجموعة أو إنسان وفي خلال 15 دقيقة يصدرون علي حكم الإعدام وبدم بارد يغتلوه وتعرف يعني هي مسألة ليست مسألة قتل شخص فقط مسألة مسألة من يتبقون العائلة الأفراد الناس اللي تتأثر سلبا على هذا الحدث المجتمع اللي ينظروا مثلا هم يهدفون من الإعدامات إعدامات أبناء السنة في كردستان وفي الأخوة البلوش وأيضا مؤخرا الأحوازيين هو لخلق الرعب للإرهاب هم يستخدمون هذا وسيلة إرهاب الشعوب لكي لا تستمر بما لديها من مطالبات وما التنويم نعم يعني أنت كناشط حقوقي يعني كيف تقرأ غياب الشفافية وأيضا الوضوح من خلال المحاكمات التي تحصل في إيران هذا لا يحصل في أي بلد يعني وجدنا بأن يعني مثلا في بلاد الخليج في بلاد عربية في بلاد أوروبية وأن تعيش في أوروبا يكون هناك وضوح في مسار المحاكمات لماذا إيران لا يكون لديها وضوح في محاكماتها لمثل هؤلاء الذين يحكم عليهم بالإعدام هو سياسة التدليس الموجودة في سلطة الغضاء هي السبب حيث يعني هم لديهم أجنحة هناك من يرتكب الجرم وهناك من يبرر هذا الارتكاب يعني مقسمين العمل إلى جهات ترتكب وجهة دون أن تسأل أسباب ارتكاب مثلا تنفيذ حكم إعدام بحق شخص يجب عليها أن تبرر فقط فهذا الذي نراه على إعلامها على صحفها وحتى لوبياتها والمعسسات التي تدافع الإيران في الخارج ونحن نعرف هناك معسسات كثيرة في القرب وحتى في العالم العربي تدافع عن النظام الإيراني تدافع عن أعمال الصباطات الإيرانية وتحاول تبريرها لكن ما في مراجعة عن أسباب كذا عمل كذا يعني بعيدا نسمي يعني تجي معسسة أو طرف تابع للسلطات الإيرانية ويحتبر عمل طرف آخر بأنه جريمة أو خطأ إلا ما رأينا مآخرا بعد زيارة حسن روحاني ورئيسة منظمة البيئة حيث طفح الكيل والمندوبين المجلس التابعين للشعب العرب الأحوازي اللي هم مغربين للسلطرة لكن رغم ذلك ظهرت أصواتهم واحترضوا على الجرائم البشعة التي تحدث بحق الأنسان الأحواز والبيئة الأحوازية هذه استثناعات وحضرات كم مشاهدي يدري وحضر تعرف هذا القاسمي المتحدث باسم مزارة خارجية إيرانية رفض مثل هذا التقرير مثل هذه التقرير وذكر عن هذا التقرير بأنه يعتبر سياسي وغير منصف أيضا ذكر بأن هذه المعلومات مغلوطة وما كان من حديث عن إصدار الأحكام حصلت في سجون إيران غير صعبة كيف تقرى ذلك؟ دائما الناطق الرسمي ولا حتى في فترة أحمد نجاد رجعنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مجلس الأمن عندما سئل عن انتهاك حقوق الشعب الأفغاني في إيران وهناك كانت أدلة يعني حتى في لافتات يسمح للكلب لكن لا يسمح للإنسان المواطن من أفغانستان هكذا أهانات لا يسمح للفرد لكن لا يعالج للفرد الأفغاني في دكتور يضع على نترك الموضوع لحوازين هذا موضوع إلى وضع الخاص يعني لكن حتى الشعب الأفغاني اللي هم بالأساس يدعون فرس أيضا حتى التمييز ضد هؤلاء لكن عندما يسأل أحمد النجاد أو الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية ينكر ذلك هذا الأمر يرجع إلى الدور ناطق الرسمي يوضع في هذا المنصب فقط لتبرير السياسة فقط لتبرير دون أن يضع بعين الاحتبار هل ما سؤل عليه له حقيقة أنت أنت في هذا المكان قل لا دائما وهذا اللي نشوفه يعني كثير من الأحداث كثير من الأعمال كثير من الجرائم هم بدم بارد ينكرونها ويرفضون حدوثها ووقوها في إيران نعم طيب يعني أخيرا دور يعني منظمات حقوق الإنسان بالنسبة لما يحصل في إيران بصراحة نجد بأن هناك تقارير رصد جيد لكن ليس لذلك أي أثر طبيعة العمل الحقوقي هو طبيعة غير غير تنفيذية يعني فقط تغارير ترفع لإدانة بلد الآن نرى يعني إدانة جميع المنظمات جميع منظمات الحقوقية المنظمات اللي تعمل بأي أمر يتعلق بالإنسان والبيئة الكل بلا استثناء أدانة إيران كثير من المنظمات تعتبر الحالة الإيرانية حالة استثنائية بارتكاب الجرائم بالتنظيم العمل الممنهج لارتكاب جرائم ضد الإنسان أحيانا تحدث قضية إنسانية تجد فيها أطراف مغرضة وهناك أطراف غير مغرضة تحدث بشكل صدفة وتلغاية يقع ظلم على شخص لكن في السلطات الإيرانية هناك عمل ممنهج لارتكاب جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان في الخريطة السياسية الإيرانية هذا الموضوع المنظمات الحقوقية عملها تسليط الضوء عليه إبلاغه للجهات في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية وتصدر إدانات عليه طبعا لا نحاول أن نقلل من أهمية هذه لأن أحيانا مهمة جدا لكن ما فيها أي أثر أحيانا ترى عندما تأتي الفرصة المناسبة تصبح سيف السلام وهذا ما رأيناه في الكثير رأيناه في يعني يغسلافي رأيناه في البوسنة صح الشعب البوسني والمشاهد الكريم يعرف دفع ثمن قالي لحصوله على حق تغريب مصيره وحريته والآن البوسنة يا بلد الحمد لله وهناك شعوب كثيرة ناضلت من أجل حقوق حقوق وفي فترة هذه الجرائم التي ارتكبت بحق هذه الشعوب أصبحت السيف على الطرف المغابل هذا ما ينوي له الناشط كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان نحن نحاول أن ننقل الصورة الحقيقية أو القريبة للحقيقة إلى الجهات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وهذا يصبح في الإرشيف إحيانا نغرة وهذا حقيقة تجربة مريرة نحن نواجهها وهي استقلال المسائل الإنسانية لأجندة سياسية وهذا أيضا موجود ما نتمنى أنه هذا لا يأثر تأثير سلب على الناشط الحقوق ونستمر نحن أنا أعتقد الناشط الأحوازي أو التابعين للشعوب غير فارسية في خريطة الإران وحتى ناشطين الفرس في بعض الأحيان لنا عمل مشترك والتغرير الذي الأستاذ عادل السالم يعني معشر له بعض مصادره من الشعب الفارس وهذا لا ضير فيه هذا مفيد إذن ما علينا هو القيام بواجبنا بأحسن شكل ممكن تصل لفرصة المناسبة لوقف هذا الانتها بإذن الله بإذن الله مشاهدي الكرام اسمحوا لي أن نعرض لكم الفقرة الأسبوعية المعروفة في البرنامج وهي الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس فقرة تاريخية مع المؤرخ الشيخ سامي المغلوث ثم نعود إليكم فتح موقان طبعا وجه سراقة بكير بن عبد الله وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن رريعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية فمثلا نجد لما وجه بكيرا إلى موقان ووجه حبيبا إلى تفليس ووجه حذيفة بن أسيد إلى من بجبال اللان طبعا هذا التوجيهات لعدكم تلحظون من خيال هذه الأسهم وسلمان بن رريعة إلى الوجه الآخر كتب سراقة بالفتح وبالذي وجه إليه هؤلاء النفر إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يعيش حقيقة لحظة بلحظة ما يجري على مسرح الأحداث من خلال التتبع المستمر التتبع المستمر بينه وبين قادة الجيش في البلاد المفتوحة طبعا لما نجد أن عمر رضي الله عنه استطاع أن يعني يقدم هذه الخطوات الرائعة وأن يعزز من مكانة المسلمين في التخطي في منطقة أذربيجان واليوم وبالأمس ذكرنا كيف داربند استطاع باب الأبواب أن يفتحوها والآن استطاع بعد ذلك أن يقوموا بفتح موقان وبعد وفات سراقة استخلف عبد الرحمن بن ربيعة على قيادة الجيش وقد مضى أيضا أولئك القادة على ما هم عليه يعني أكملوا هذا المسار لكن هناك إشكالية حقيقة قد حدثت مع هذا التوسع العظيم وهذا يعني التمدد الذي لم يكن معهودا آنذاك يعني لم نجد إلا بكير هو الوحيد الذي استطاع أن يفض وأن يفتح موقان ثم تراجع بعد ذلك أهلها وطالبوا بكتابة عهد بينهم وبين المسلمين جاء في مجمله تقريبا مثل ما ذكرنا في معظم الكتابات التي تكتب كتابة الصلح بينها فيقل مثلا بسم الله رحمه الرحيم هذا ما أعطى ابو كير بن عبد الله أهل موقان من جبال القبج الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء دينار على كل حالم أو قيمته والنصح ودلالة هذا الأمر ودلالة المسلم يعني أن ينزلوه ويضيفوه ويهتبوه به كل هذه الأمور أعطت تصورا رائعا جدا كيف أن ينبغي عليهم أن يفوه بهذا العهد وحتى ختمه بكلمة مشهور وعلينا الوفاء والله المستعى فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا أن يعني يسلموا الغششة الذين يعني يعني خدعوا المسلمين في هذا الجانب برمتهم وإلا فهم متمالئون وذلك شهد بذلك الشماخ بن ضرار والرساراس ابن جنادب وحملة ابن جوية وكتب ذلك طبعا العهد في سنة 22 هجرية طبعا بعض المورخين نذكره في سنة 21 لكن هناك خلاف في هذا لكن الضبط التاريخي هو حقيقة ما ساقه المؤرخ الكبير الأستاذ أحمد عاد الكمال حفظه الله في هذا الصدد هنا بدأت الخطوط الدفاعية الإمامية المسلمين بعد أن استطاع المسلمون أن يفتحوا بلاد فارس ولكنها بعد انتشار السلام أصبحت القاعدة المتقدمة لانطلاق المسلمين في منطقة أذربيجان لأنها هنا شمالا لفتح أرمينيا بل لفتح تركستان والقفقاس كل ذلك أصبح الأمر مفتوحا أمام المسلمين أمام هذا النصر أهلنا وسهلا بكم من جديد وصلنا وإياكم مشاهديا كرام إلى ختام هذه الحلقة شكر موصول أولا لضيفي في هذا اللقاء السيد علي قاطع الأحوازي شكرا لك من القلب سيد علي بعد أن استجبت لنا هذه الدعوة وبإذن الله أن نتشرف بك في لقاءات قادمة إن شاء الله شكرا لك أستاذ أبو أصيل وشكرا لقناة وصال وشكرا للشعب العربي الأصيل الإسلامي الشعب السعودي الله يبارك فيك وشكرا موصول لكم أيضا أنتم متابعي الكرام أرقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة استودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة